إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية عبارات قد تصف جزء اليسير مما يتعرض له مسلمو الإيغور في المعتقلات الصينية بإقليم الشينجيانج أوصاف تكررت ولأكثر من مرة في تقارير منظمات دولية إنسانية ومؤسسات إعلامية إلا أنها لم توقف معاناتهم المستمرة منذ سنين دراسة أمريكية جديدة نشرتها مجلة فورنبوليسي قدمت أدلة دامغة على أن الإبادة الجماعية لمسلمي الإيغور تنفذها السلطات الصينية ببطء وبنية مبيتة وفي إطار الأمم المتحدة وما يثير القلق بما كشفته هذه الدراسة أن الصين تصور تجمعات مسلمي الإيغور على أنها تهديد للأمن القومي في مقابل صمت دولي واضح قد يتحول في بعض الأحيان إلى تصريحات منددة ومستنكرة دون اعتماد إجراءات حازمة وملزمة للسلطات الصينية بإيقاف انتهاكاتها من بين هذه الأدلة على ارتكاب الصين إبادة جماعية بحق مسلمي الإيغور إجراءاتها المنهجية لتخفيض عدد مواليد الإيغور بذريعة تحسين النسب السكانية العرقية والهدف مكافحة الإرهاب كما تقول السلطات الصينية وهو ما بدأته فعلا في جنوب إقليم شينجيانج حيث يتركز المسلمون كما أنها عللت أسباب حملات الاعتقال الجماعي لمسلمي الإيغور بما وصفته بتعزيز العمل الأمثل للبنية السكانية العرقية ولم تخفل الدراسة عن ذكر استهداف السلطات الصينية الممنهج للنخب الدينية والفكرية والثقافية الإيغورية وتبني سياسة الفصل بين أفراد الأسرة من أجل إنشاء جيل جديد لا ينتمي للهوية الإسلامية ولا للثقافة الإيغورية وغيرها من الممارسات التعصفية التي دأبت الصين على القيام بها دون أن تضع في الحسبان القوانين والأعراف الدولية الإنسانية والتي أصبحت في عالمنا اليوم تكالو بمكيالين ترجمة نانسي قنقر